موسيقى اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس احنا زي ما احنا معودينكم كده في البرنامج ده احنا كل فترة لازم ده ننزل الشارع ونشوف ايه مستوى الخدمات المقدمة للسادة المواطنين في كل المحافظات النهاردة احنا موجودين معاكم من امام جهاز مدينة الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد من المدن النموذجية من المدن المتطورة جدا بس هل ده معناه ان ما فيهاش مشاكل لا فيها مشاكل فيه كمان كلام كتير جدا عن حديقة الشيخ زايد المركزية هنتكلم عن الكلام ده كله النهاردة مع المهندس مصطفى فهمي بس خلونا نطلع الاول نسلم عليه ونشوف هديه الجولة الخاصة بمدينة الشيخ زايد رجعناكم تاني واحنا موجودين دلوقتي في مكتب المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد اهلا وسهلا بحرارك مش مهندس اهلا وسهلا بيكم فهمي في مدينة الشيخ زايد والحقيقة احنا بنرحب بقناة المحور عندنا في مدينة الشيخ زايد عشان يعني نتعرف على كل اللي موجود فيها ونرد على كل تساؤلاتكم اللي موجودة ياريت لان فيه فعلا كلام كتير جدا بنتكلم في ملفات كتير قوي من ضمنها تطوير الاحياء القديمة اللي موجودة عايزين نتكلم برضو عن الممشى السياحي اللي معمول مشاريع الشباب اللي معمولة شكلها عامل ازاي وحديقة الشيخ زايد يمكن حديقة الشيخ زايد كان ليها في الفترة الاخيرة تسليط الدوق الكبير عليها وكان فيه حالة استياء شديدة جدا لدى المواطنين لكذا سبب من الاسباب ممكن هنتكلم مع حضرتك في الحكاية دي ايه رايح يعني نبتدي منين هو الحقيقة طبعا كل اسئلتك صح ما كده تخلينا نقول ان احنا لازم نكون موجودين تحت في الشارع على ارض الواقع اه لان حضرتك بتسأل دوقتي على التطوير اللي احنا كده وفهذا مش هيتم مهما قلت عليه الا لما حضرتك تشوفه بعينك وبنفسك وبالقامرة عشان حتى ننقله للسادة المواطنين خلاص موافق انا اسمعت صحيح ان مدينة الشيخ زايد تم اضافة اه يعني مساحات كبيرة جدا لها واصبح فيها توسعات كبيرة اه ده حقيقي طب انا يا حبيب كده عرف حضرتك على مدينة الشيخ زايد بالامتداد اللي حصل فيها ياريت وممكن على اللوحة كده خريطة اه ياريت تعالوا نشوف مع بعض الخريطة الجديدة لمدينة الشيخ زايد وعلى فكرة اسمها مدينة الشيخ زايد وليست مدينة الشيخ زايد الجديدة تعالوا نشوف مع بعض نحن دولوقات يوقفين قدام الخريطة الخاصة بمدينة الشغزايد وتوسعات المدينة باش مانو سيديت عليك تشرح لنا اكتر علشان السادة مشاهدين يفهموا ايه اللي تم ضمه للمدينة الحقيقة المدينة مساحتها تحمل تلاف فداني وهي المدينة دي اللي جاية من طريق النزع الى طريق مصر اسكندرية المحوى 26 يوليو واصل دشروع او محور العبور بالاسم الجديد بتاعها دي 8000 فداني حقيقة نضم علينا جزئين حوالي 2500 فداني ده عشان يبقى انا كودة يا حبودي بقت على طريق مصر اسكندرية والمنطقة ديت اللي انضمت علينا جديد طريق مصر اسكندرية دي المنطقة فيها منطقة الصورة الخامة اللي هي المنطقة دي دي حوالي 2500 فداني ودي انضمت علينا ودي بدأنا العمل فيها فعلا في مرافقها وتحطيطها بالكامل نضم علينا تاني المنطقة ديت حوالي 8000 فداني ودي منطقة كبيرة جدا بتوصل لغاية كيلو 42 طريق مصر اسكندرية دي مش سفينكس ولا زايد جديدة لا ولا زايد جديدة ده امتداد لمدينة الشيخ زايد يعني دول منطقتين امتداد لمنطقة الشيخ زايد دي 8000 فداني ودي فعلا فيها عمل دلوقتي كمشاريع سكنية موجودة وكمان اعمال التخطيط بتاعتها تمت بالكامل احنا شايف ان محورون الفرج والضبعة قاطع المنطقة طيب في ناس كتيرة بتسأل هل من المنطقي ان انا بقى ساكن في الشيخ زايد وعشان نخش الشيخ زايد ادفع كبيرة؟ لا طبعا احنا مدينة الشيخ زايد كلها ربطينها بربط كامل احنا من عند محور العبور اللي هو رسل الدشور سابقا المحور دوت احنا بنفكر نعمل في نفق كبري في طريقين عشان يبقى يربط الامتداد للشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد القديمة تمام تاني جزء ان احنا عندنا مجموعة انفاء تحت محور الضبعة عشان يربط شمال الامتداد الى بجنوب الامتداد اللي هي متعلم عليها دي فان اللي هي متعلم عليها زي دي ودي متقررة كتير وكمان احنا لدينا محور كامل فيه احنا ربطنا فان المدينة الشيخ زايد بنفسها مدينة الشيخ زايد اللي هيتحارد كوى تحارد كامل بها حر الحقيقة احنا تخطيط المدن زي مدينة القديمة بنعمل محور مركزي محورين مركزي بينهم كل المراكز التجارية الموجودة لخدمة المدينة فالحقيقة ده محور مركزي الاول بكامل المدينة والمحور المركزي التاني وبينهم المنطقة الخدمية اللي موجودة حتى تفعل المستشفيات والمدارس لني دي بتلم كل المدينة الحقيقة ده نفس الفكر اللي في امتداد المدينة نحن عملنا محور بدأنا بمحور محورين مركزي بدأنا بمحور في منطقة اهلة بالسكان بعدين فتحناها محورين عشان يبقى يتخلنوا كل المنطقة الحامرية المنطقة الخدمية اللي موجودة للمنطقة بالكامل تمام تسمحني بقى نبتدي ننزل بقى في الجولة زي ما حراكم قلت يعني يمكن باش مهندس كان مصر بشكل كبير جدا ان احنا لازم نعودش في المكتب لازم يبقى فيه جولة على ارض الواقع عشان تشوف بعانينا كل ما يتم على ارض الواقع تعالوا مع بعض نشوف الجولة دي ونطلع لفاصل صغير ونكمل معكم يمكن زي ما احنا شايفين دلوقتي ده في الحي الاول باش مهندس كده صح؟ نموذك بنعمله للحي الاول عشان نبدأ نشتغل ميه كل الحي بتاعنا بكده فبالحقيقة احنا بدأنا نوضب بنغير النجيلة بتاعتنا نعمل جزء كبير جدا من الجراون دوكوفر ظهور عشان نقلل كمان من استهلاك المية للنجيلة بتاخد مية كتير فعملنا جنب كامل جراون دوكوفر مية قليلة جدا بيستهلك مية وطول السنة زي ما حراكم شايفوا بالالوان دي يعني الـ 12 شهر بالالوان دي يعني هيفضل على طول باللون النبيتي واللون الاخدر اللي احنا شايفين الاخدر اللي فيه ده ده انواع من النباتات والزرور اللي بتعيش فترة السنة بالكامل وبنقل الكمية ان يجي لها الموجودة زي الـ 12 حتى كمان استحدثنا حارة او طريق للدرجات ده للتغيض للدرجات اللي احنا ماشيين في دلوقتي دوت يعني ده طريق اصلا معمول للدرجات وده احنا الحقيقة عاملينه في مدينة الشيخ زياد بالكامل بنكمله كمان وهو دلوقتي في الحي الاول عشان نستكمل كمان مصاري الدرجات اللي موجودة في المدينة بالكامل يمكن يا فندم فيه ناس بتتكلم على ان المنازل اللي موجودة هنا كانت منازل قديمة يمكن تهلكت البنية التحتية شوية يعني الحاجات الخاصة بصرف الصحي اللي موجود ممكن يكون فيه مشاكل هل انتو كجهاز فيه حد بيهتم بالشكل العام للمبنى وبتتصرفه ازاي مفروض او ايه الارشادات الخاصة بيكم للمباني السكنية اللي موجودة طيب احنا عندنا حاجتين بنعملهم ومعملهم في مدينة الشيخ زياد اول حاجة احنا متعاقدين مع شركات صيانة تقوم بصيانة المنشآت بالكامل اللي احنا بنينها في الشيخ زياد على وعلى كده كمان ان احنا بنعمل كل فترة خط التطوير احنا دلوقتي بنطور العمرات الحية الحداشر بالكامل وبنعمل دلوقتي منقصة عشان نطور الحية التالت برضو بالكامل يعني ايه تطوير افا يعني هل بتعملوا ببنية تحتية بس ولا لا انتم متدخلين في شكل المبنى من بره وتطوير وتحديث شكل المبنى هي البنود اللي احنا بنعملها دلوقتي في الحية الحداشر وحنعملها في الحية التالت احنا اول حاجة بنسلالم من مدخل العمرات بسلالمه بالكامل بنغيره لان هو كان معمول بحجارة ضعيفة احنا بنعمل الوقت بالرخام بنشير كل السلالم المتهالكة بيبقى بعض حديد التسليح ظهر نتيجة المياه وزيادة المياه كده بنعمله مرمات بنغير الصرف الصحي بالكامل الخارجي بتاع العمارة وبعد كده بنعمل دهان لوجهات العمارة ان شاء الله يمكن ده حاجة من الحاجات الايجابية بس انا مش هتكلم النهاردة مش جاي نتكلم في ايجابيات بس لأ انا عايز تكلم بقرضو محرك في حاجات سلبية في طريق اسمه طريق الريفيرا هو واصل ما بين الشيخ زايد لطريق مصد اسكنديريا الصحراوي اكلم حاجة من تلك الامانة هذا الطريق متهالك للغاية العربيات في مدرسة كمان موجودة هناك العربيات اللي بتروح هناك علشان يوصلوا اولادهم المدرسة او كده بيتعبوا جدا كمية الحفر وكمية النقر وكمية طريق غير ممهد بالمرة عامل زي مدأ بس كبير شوية ليه الدنيا واقفة هناك ليه ليه ما فيش شغل هو الحقيقة طبعا يعني كويس كده احنا برضو زي ما قلت حضارك كده وعدت حضارك في المكتب ان احنا لازم ننزل نشوف كل حاجة على الواقع احنا ممكن نتحرق الوقت على طريق الريفيرا تقريبا الوقت احنا بنعمله طريق بحرتين بعرض خمسة واربعين متر يعني انتو شغالين فيه فعلا شغالين فيه دوقتي تقريبا هو الطريده حوالي تلاتة كيلو احنا خلصنا اكتر من كيلو ونص الغدل تيجي يا فندم نروح يعني طالما بتعمل شغل تعالوا رح نشوفه يلا بينا زي ما احنا شايفين يمكن انا كنت لسه بقى اتكلم مع البشماندس بخصوص ارض الريفيرا ان الارض غير ممهدة ومكسرة بس بصراحة ابهارني يعني احنا دلوقتي واقفين في المكان الخاص بالعمل على فكرة نوصف بس سيدة المشاهدين احنا فين بالزبط والطريق ده بيودي منين لفين دلوقتي هيهو ده طريق الريفيرا ده موجود في منطقة التوسعات الـ 2500 فدان ده ممكن من اول الطرق اللي احنا برضنا نشتغل فيها الطريق ده بيوازي طريق 26 يوليو حيوفر حيشيل ضغط كبير جدا من على 26 يوليو لانه بيوصل من الطريق الصحراوي لداخل المدينة مباشرة طريق الريفيرا ده وتحنا الحقيقة عملناه للمستقبل كمان فعملنا الحارة عرضه 45 متر ممكن من الحرك اللي شايف يعني خمس حارات بنتكلم خمس حارات الفاردة الواحدة خمس حارات وبنعمل احتياط جنبه حارة خدمة موجودة عنده وكمان ده دي فاردة واحدة من الطريق كامل احنا كده اوشكنا ان شاء الله على ان احنا نقصنا اخر كيلو فيه عشان نربطه بطريق مصر اسكندرية ده الطريق اللي بالمصادفة حضرتك قدامنا مشروع جنة مصر اللي احنا طرحناه اللي هو المشروع ده يا فن مشروع جنة مصر اللي احنا طرحناه غير فيه اعمال انشائية موجودة هناك يعني ده مش كنباوند خاص بتاع رجل اعمال مثلا او حاجة لا لا ده كنباوند خاص بينا بهاية المجتمعات العمرانية وده بنترحل المواطنين ده من الاسكان المشروع جنة من المشاريع الفخيرة اللي احنا بدعملها الحقيقة ده كنباوند احنا عندنا اتنين كنباوند هنا لمشروع جنة ده احداهم ده حوالي 22 عمارة فقط موجود كم دورفن؟ ارضي وخمس دوار 24 ويعدة في المشروع وده مساحاته لغاية 150 متر وكامل التشتيب المشروع ده كمان اوشك على الانتهاء يمكن ان شاء الله على نهاية 2020 هنكون مسلمينه اترح بالفعل يعني فيه ناس حاجزت؟ ده لسه ما اترحش ده حيترح خلال الشهور القادمة ان شاء الله لكن فيه جزء من المشروع فيه انا شايف برضو هناك يا فاندم فيه تاني مشروع جنة تاني وده جنة وده مشروع ضخم جدا احنا عاملينه في منطقة الريفيرد في التوسع عشان نلحق ننمي التوسعات بسرعة الحقيقة احنا عملنا 167 عمارة مرة واحدة يعني بحوالي اكتر من من اربع تلاف واحدة سكنية في المشروع ده كمان قارب على الانتهاء وده طرحنا منه جزئين مرحلة اولة ومرحلة تانية وجار ان احنا نطرح باية المراحل احنا حقيقة برضو نطرح بعد ما نكون خلصنا كل عمال الانشاءات ويقف يضوبك في التشتيبات النهائية بتاعنا سعركوا اكتر من سعر السوق ولا ازاي سعر السوق ولا اقل من سعر السوق اقل من سعر السوق كتير وهو يعني احنا هنضح لك تقريبا ان احنا سبعين في المية او اقل من سبعين في المية من سعر الموجود في السوق احنا نعمل تشتيب كامل بحمامات سباحة بحاجات يعني حياة جديدة وفاخرة لتستاهل مدينة الشيخ زايد يعني من ضمن برضو انا هتكلم النهاردة في سلبيات اتكلم حريك بطال امانة بس انا يعني احرك كل شوية ما اقول لها حركة على حاجة بصراحة بلاقي فيها شغل حديقة الشيخ زايد المركزية عليها كلام كتير جدا 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 تسمح لنروح الحديقة واحنا هناك نطرح الكلام اللي بتقال طبعا انا شرفني الحديقة احنا يعني افتتحناها لسة في واحد حد عشر اللي فات دوت للمواطنين ومنروح هناك حتلاقي فيها حاجة يعني الحقيقة طريق برضو بمدينة الشيخ زايد المركزية يعني هي الحديقة بتاعت الجاز ولا بتاعت مستثمر طب اما نروح هناك نتكلم عليها ماشي موافق ماشي يلا بينا ده احنا هنا دلوقتي في حديقة زايد المركزية صح؟ تمام يعني الحديقة كده احنا بجزء من حديقة يعني في نص الحديقة تقريبا والحديقة دي بقص حضرتك خمسة وستين فدان خمسة وستين فدان الخمسة وستين ده مند السمين ما بين زراعات ما بين مساحات خضر ومساحات مائية بيعتوها ليه؟ طيب وحضرتك برضو السؤال ده حرق سألتوني مرتين كده في الموضوع ده احنا بنبيعش الحديقة زايد الحديقة زايد دي حديقة عامة بالنسبالنا احنا بنينها وعملينها عشان نستمتع بيها احنا ومواطني الشيخ زايد وكمان يعني عشان هي مساحاتها كبيرة كمان بيمكن نستقبل كل المدن اللي حوالينا فيها يعني دي مفتوحة للجمهور يا فندم اوما لإيه الكلام يعني الذي قيل في الفترة الأخيرة احنا بعد ما خلصنا الحديقة دي اتفكرنا ازاي نجير الحديقة دي فكان لازم نفكر لها في ادارة كويسة احنا ادارتنا هتبقى ادارة يعني مش قوية قوي لان الحديقة محتاجة رعاية خاصة ومحتاجة شركات متخصصة في مجالات يعني احنا عندنا النفورات دي نفورة النفورات جاية من كذا دولة فبقى فيها كمان آليات وحاجات كهربائية وحاجات ميكانيكية كتير جدا انواع النباتات والأشجار لما حضرك حنعدي جنبها حتلاقي ان هي محتاجة سيونة معينة وكذا انا شايف منظر جميل يعني يا ريت نتمشى بس عشان الكاميرا تقدر تجيب بس المنظر الجميل اللي انا شايفه قدامي ده يعني يا فندم ده ما بقاش من ضمن مشروع استثماري موجود عشان نوضح بس للسادة مشاهدين ده مش جزء من مشروع احنا فكرنا في ان احنا نجيب شركة ادارة الحقيقة تقدمت كذا شركة رسيت على احد الشركات دي بديل كويس اوي بالنسبة لنا انزايت دير المشروع ده مدى الحياة؟ لا مش مدى الحياة طبعا فترات زمنية مدى الحياة دي ما ينفعش عندنا خالص غير في التمليك يعني هذه الحديقة هي خاصة بجهاز مدينة الشيخ زايد وفيه شركة ادارة بالدير معنا بالمشاركة معها لإدارة هذا المشروع لكن المشروع حديقة الشيخ زايد مش مشروع في حديقة فقط المشروع الحقيقة في حديقة وفيه مكونات تانية نقدر نستفاد منها مع الحديقة احد المطاعم احنا عندنا الحديقة بتتكون من مطاعمين رئيسي ده بوضل خدمة المواطنين على فكرة يعني دخول دخول البارك هنا او دخول الحديقة للجميع طبعا احنا كمان فتحنا فعلا في واحد عداشر اولا احنا عملنا التشغيل التجريبي في الاول خلال فترة الدورة الهم الفريقية هنا ورجالنا كل مواطنينا احنا نرحمين تيكت الحقيقة بخمسين جنيه حين بقى سؤال محوري وسؤال مهمي التيكت ده ليكم ولا للشركة المستثمرة لا ده في الديل الشراكة اللي بينا احنا لينا جزء وهم ليهم جزء من الصوفي الربح اللي احنا التيكت ده بقدر معمولة علشان كمان يبقى فيه كمان مبالغ نقدر نصرف بيها على صيانات الحديقة الموجودة ويتبقى ما يتبقى من الربح وحنا ما بنبغاش فيه الربح يعني بيبقى ما هو موجود بنسب بيننا وبين الشركة اللي احنا تعقدنا معها حراك قلتلي جملة مهمة جدا يمكن عجبتني قوي حراك لما قلت لا يستطيع احد ان ينزع ملكية هذه الحديقة من سكان مدينة الشغزية ابدا طبعا احنا عاملنا الحديقة دي عشان مواطنينا وعشان نحنا وكمان دي كمان بقوت اعمال ان احنا كذا حديقة عن اعمالها تاني كمان بالمستوى يمكن مستوى اقل من كده لكن دي حديقة مركزية للشيخ زايد فمحدش هيقدر يقول كده يعني احنا كنا بنسمع طب ليه كان في حالة دي استيقى انا عاوز اقول حالك وانا كنت من الناس برضو اللي كانت من دايقة جدا 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 ان الحديقة اتباعت او الحديقة ما بقيتش بتاعنا ما بقيتش ملكنا ما بقيتش خاصة بملاك الشيخ زايد يعني كانت فكرة بصراحة يمكن محدش رد يا فندم او محدش قادر ان هو يوصل الصوت ده لسادة المواطنين اللي موجودين حقيقة سيد احمد الحديق عارف ان السوشال ميديا كان بتكتب اخبار كمان كتير واحنا مكناش نقدر ان كمان نبص على الاخبار كده لكن احنا ساعتها يعني قلنا تصراحتنا ان ندي حديقة خاصة بينا لكن احنا كان لازم نجيب شركة ادارة تدير الحديقة دي وان الحديقة مكوناتها كثير قوي الحرارة بسيطة عليها دلوقتي يعني فعلا كمان احنا مش فكين على الشركة اللي بتديها دلوقتي لا انا منبهر بصراحة الاعمال اللي موجودة ويمكن في بحيرة كمان قدامنا هنا لسه هنروح منظر بصراحة خلاب جدا جدا حاجة ترد الروح زي ما بيقولوا طيب السؤال التاني يا فندم فيما يخص هذه الحديقة الارض الملاصقة للحديقة اللي هيتعامل عليها مشروع استثماري نازل بتكلم في ان فيه عشرين دور وفيه عشر تدوار وان ده البنية التحتية الخاصة بمدينة الشيخ زايد ما كانتش عامل حساب هذه الكسفات لا هنقول بقى من مياه وصرف صحي وكسافة عربيات زائد طبعا المحاور الخاصة او مداخل مدينة الشيخ زايد الحقيقة برضو الحتة دي احنا كنا قدنا عليها بالكسافات السكانية الموجودة عندنا الحديقة دي ات مبنية على خمسة وستين فدان والمشروع اللي حوالينا الحديقة حوالي ميت فدان كمان يعني مية خمسة وستين فدان ازا كنا احنا بنقول ان احنا كنا مخططين الفدان بيبقى فيه من اتنين لتلاتة عمارة يعني احنا بنكلم في اكتر من خمسمائة عمارة المفروض يتعمل احنا عملنا حاجة اسمها التوسع راسق او نزوية العجوم بدل ما حنبني خمسمائة خمس دوار احنا هنبدي خمساشر برج اظن الخمساشر برج دول مش هيمثله اكتر من تمانين عمارة بس فبقى احنا كمان عملنا اقل من ودي كان القصد فيها كمان ان الكسافات السكانية جمان تقل كمان عن الواقع يعني خلينا الكسافة الموجودة اقلب كتير جدا من الكسافات المتخططة هل بنية التحتية اللي موجودة حوالين هذا المشروع بني نكلم في الشوارع او صرف يستحمل؟ هو هيستحمل طبعا ده هيستحمل قد دي ثلاث مرات كمان لان هو مخطط على كده مخطط ان الفدان هيكون فيه من اثنين لثلاثة عمار طب نكمل يا فندم كده الفوز حتى عيتنا نكمل معاكم هذه الجولة الخاصة بصوت الناس داخل زاد بارك او خلينا نقول بمعنى صح عشان كل سكان مدينة الشيخ زايد هذا هو بارك مدينة الشيخ زايد هنا دلوقتي احنا لسه متوجدين في هذا المكان الرائع اللي مش عارف اوصفه بصراحة بوصف تاني غير انه هو اكتر من رائع احنا دلوقتي رحين فين افن دلوقتي احنا بنتجور كده جوا الحديقة احنا في البوابة رقم 3 احنا عندنا خمس بوابات موجودين للسقبال المواطنين في كل التجاهات الشيخ زايد وبرضه الاقرب بوابات موجودة لها حضر زي ما انتشايف كده دلوقتي احنا عليمنا الحديقة بالكامل وعلى الشمال منطقة لانتظار السيارات الخاصة بالضيفنا الحقيقة كمان احنا وإحنا ماشيين كده حنلاقي ان فيه اشجار وفيه انواع نباتات نادرة لان احنا عندنا كل ركن حيبقى فيه نوع نبات احنا كدبين فيه النبات ده موطنه فين ومكانه فين وحمره قد ايه بيبقى موجود في ده وده برضو ميزة الحديقة ان هي كمان بتطور تتحول انها تكون حديقة نباتات كمان بتفكرني شوية ببداية الحديقة الدولية اللي كانت موجودة في مدينة نصر امصر الجديدة الحقيقة كده برضو احنا مختبسة من جزء منها وجزء تاني من حديقة الازهر الازهر بارك بتاعنا بالاضافة عليه كمان بعض الحاجات اللي يمكن خدناها من نهاية بارك في انجلترا واماكن كتير هل هيبقى فيها نشاط ثقافي هنا مثلا جوه في الحديقة ولا لا الحقيقة احنا عندنا مصرح اللي احنا كنا ماشينا عليه ده والمصرح ده حيبقى موجود جوه البحيرة اللي هو قزي الستيجي بتاع المصرح يعني والمدرج اللي هو قدام البحيرة ده مصرح صغير اه وفيه واحد زيه احنا هنعد عديد الوقتي اللي هو المصرح زي المصرح الروماني اه مكشوف برضو ده الحقيقة بنعمل فيه بقى كزا ايفنت هيبقى موجود عليه الحقيقة كمان الشركة البودير كمان بتتعاقد مع اه ايفنت كامل هيجي هنا خلال شهر اتناشر لغاية شهر اتنين اللي جاي وبنسبت احتفالات الكريسماس هيبقى موجود وده كمان هيحقى وهيصري الحديقة كامل ايفنت كامل موجود بملاهب لعب اطفال انا سمعت ان المخطط برضو نبقى فيه ندوات والاهتمام اه بالصحة النفسية للمواطنين بشكل كبير او يعني الهدف منه انشاء مستهدا المكان ان يشيل العبق شوية من اه منكاه المواطنين بعد يوم مليان شغل ومليون مليان دوشة كتيرة انه ييجي ينفس عن نفسه في هذه الحديقة اه الحقيقة كمان احنا بالتعاون مع مجلس ومناء المدينة والمجتمع المدني اللي موجود عندنا نعم اه ممكن انزل عوري حذر كده المطقة اللي هي دي بالمرة وانواعنا باتاتها دي الله ده فيه شلال هناك جميل جدا ما شاء الله حاجة لا لا مشهد مشهد جميل جدا الورانة ده كده جزء اكتمل واجهز للتشغيل ويمكن بيجهز فيه اليفنت اللي هيتعامل في شهر 12 اللي جاي ان شاء الله وده هيبقى بنت قوي يعني موجودة عندنا فيه مسرح هناك ويمكن حالكم تتسألني الوقتي فيه حاجات ثقافية هتتعامل هنا فعلا احنا الوقتي مع المجتمع المدني في الشيخ زايد احنا عندنا كذا جمعية الحقيقة كويسين في الشيخ زايد بيقوموا بالضغط كويس قوي احنا كمان قلنا لهم وعرضنا عليهم ان احنا حنستقبلهم جوة الحديقة هنا ان شاء الله في كل المواعيد اللي هم حيشوفوها فيه ندوات مثلا أنا اسمعت انك عايزين تعملوا فكرة خاصة بالتوعية الطبية في الشيخ زايد وانه يبقى فيه زي ندوات محددة في ايام معينة تدوا بيها كنوع من انواع التوعية الطبية والصحية للمواطن المصري سيد احمد الحقيقة دي فكرة جميلة قوي كانت عجبيتنا كان جالنا مجموعة كبيرة من الدكاترة احنا عندنا في الشيخ زايد اكبر دكاترة ممكن في كل التخصصات الحقيقة يعني بدون ذكرى اسماء كده احنا عندنا دكاترة متخصصة في القدم السكري وطلبوا انهم يعملوا ندوة كويسة لأهالي الشيخ زايد يعرفوهم على المرض دوت وازاي يوقي منه يوقي نفسه منه احنا بنجهز للندوة دي دلوقتي وبنجيب كل دكاترة السكر الموجودين عندنا في الشيخ زايد وفي مصرفياتنا يعودوا نستفاد بالندوة للابحاث اللي عملها الدكتور خارج مصر عشان هو بيقول ان دايما كان بتحصل اعمال يعني بتبقى مش كويسة للقدم السكري فازاي الانسان يوقي نفسه منه انسان مريد السكر يوقي نفسه من المرض دوت او من المرحلة دي والحقيقة حنا بنجهز للندوة دي دي هنعملها في نهاية الشهر دوت بس هتبقى في مكان مغلق عشان بيبقى فيه البرد عرض كمان للأبحاث وحاجاته اللي بقى بس اصلا يعني ان بقى فيه الدور المجتمعي ده اللي انتو بتفكروا فيه كجهاز مدينة انه كنتو كمان مش بس انه كنتو بتديروا الملفات الخاصة بالمواطنين انما انتو كمان بتراعوا الجانب الثقافي والجانب التوعوي لدى المواطنين نكمل فاندم الجولة بتاعتنا نكمل فاندم صدر نصدر نحن عندنا حوالين الحديقة بالكامل مصار للدراجات للتغيط بالدراجات مصار دراجات معمول كامل للدراجات وكمان بيبقى فيه اماكن لانتظار الدراجات موجودة زي الحضارك شايفها موجودة قدامنا داية المصار ده بيبقى داية حوالين الحديقة بالكامل وليه اماكن بركات اللي هي بتاعته ده كمان عشان يبقى فيه تغيط بالدراجات كمان ما يقزيش حد من اللي موجودين جوا الحديقة يعني بقى برضه اللي ماشي بالدراجة في مكان منفصل ومنعزل عن الموجودين في حاجة ما أنا ملاحظة طول ما أنا ماشي مع حضرتك حرف الزد موجود في كل حتة يعني سؤال بصفاً أثناء تصميم المشروع هي اسمها حديقة الحديقة المركزية أو حديقة زايد المركزية دي خاصة بمدينة الشيخ زايد كان الاستشاري أثناء تنفيذ المشروع فاختصاراً لزايد بحرف الزد فخلناها زد موجودة لكل حاجة عدد يعني الزد دي مش اسم المشروع اللي المستثمر عامله هو احنا اقتبسنا الاسم بعد كده ان ده اسم الحديقة الأساسية اللي هو احنا عاملينه بقى هو ده المشروع نقوله لكن يعني المستثمر هو الاختبس الاسم منكم أكيد طبعاً لأنه الزد دي موجودة قبل أثناء تنفيذ تصميم المشروع الأساسي يعني اللي موجودة عندنا وإحنا كده كل الكمبولنت الموجودة عندنا هنا كل المكونات الموجودة هنا حتلاقيها بيرمز ديها بزد شفت الزد اللي زايد المعمول حساب العجل هنا ده المواطن بقى يجيب العجلة بتاعتم معاها ولا يبقى فيه حاجات بقى خاصة بالمكان نفسه الحقيقة احنا كنا لسه بتناقش الزبوع اللي فات مع الشركة المديرة يعني والحقيقة هم قالوا احنا هنجيب بعجل من عندنا مش هنسمح كماني من العجل من بغا يخشلنا بحيث ان يبقى العجل هنا حالة الكفاقته وحالة الفنية مضمونة وكويسة ويقدر يتحرك معانا على يمكن انا اللي لفت انتبقى انا بقى احب التفاصيل الصغيرة قوي واحنا ماشيين فيه سكوتر ماشي معانا ياريت بس انصورت سكوتر شوفوا ماشي على اني الحارة الخاصة بالموتسيكليات او الخاصة بالعجل فبيبيلنا قد ايه ان فيه التزام كبير جدا بكل حاجة مكانها فين او كل واحد مفروض يبقى عمل زي يعني فيه انضباط شديد بصراحة جوا والالتزام بالقواعد العامة المنظمة للبارك او للحديقة ياريتني كامل يا فانتم بس ام كاملين معاكم جولتنا في مدينة الشيخ زايد وعلى فكرة عايز اقولوكم فيه حاجات مبهرة جدا وانا ماشي مع البشماندس مصطفى النهاردة قبل ما نيجي المامشا هنا انا عايز اقولوكم ده المامشا السياحي اللي معمول هنتكلم عنه بالتفصيل بس انا شفت مجموعة من الميدين الجميلة جدا وقالي البشماندس فكرة كانت رائعة كانت من افكار سكان مدينة الشيخ زايد نفسهم وهي ان يبقى فيها اشجار مسمرة الفكرة دي جات ازاي فانتم وطبقتوها فوقت ايه الحقيقة احنا فيه تواصل بيننا وبين السكان وكمان احنا في كل صفحاتهم موجودين يعني الحقيقة حد طرح احد السادة السكان طرح فكرة ان احنا نزرع اشجار مسمرة وقالوا كمان ان هم مستعدين هم اللي ازرعوا بنفسهم وبيديهم وعملوا بادرة جميلة جدا بدأت الاسبوع اللي فات فعلا يوم الجمعة وانا لهم احنا موفقين جدا نبدأ في احد الميدين نزرع الحقيقة فاجئونا الاسبوع اللي فات بس ان هم جابوا الف شجرة مسمرة الف شجرة مسمرة الف شجرة في يوم واحد زرعناهم في يوم واحد بمعرفتهم طبعا والحقيقة كانت حاجة بادرة جميلة جدا الشجر ده كان شجر بطقان ويستفندي ولمون وشجر جوافر الحقيقة طبعا فكرة الاشجار المسمرة فكرة جميلة وهتبقى كمان زينة للمكان وغواح جميلة في المكان وكمان لأي حد هيستفاد بيها من مراطنين اللي موجودين يعني الحقيقة كمان هم وعدونا ان كل يوم جمعة وسبت هيكونوا موجودين معنا في المبادرة دي هم دخلوا معنا السيد احمد في تلت مبادرات المبادرة الاولى مبادرة الاشجار المسمرة وعادونا فيها كل جمعة وسبت المبادرة التانية اللي بدأناها برضو الاسبوع اللي فات وبمعاونتهم يمكن بدأنا بأحد الأحياء الحي السستاشر والحضاشر إن هم كمان تابع وإغطية أعمدة الإنارة وجابوا هم غلافات بلاستيك شيك كده بطريقة جميلة بحيث إنه هو كمان يأمن دي لقدر الله بيبقى فيه أيام الأمطار ممكن لقدر الله يحصل ماس أو يحصل حاجة نتيجة الأمطار الشديدة فهم برضو حاب يحموا أطفالنا ويحموا نفسنا من دي الحقيقة برضو جابوا يعني أعداد كبيرة جدا من الأغطية دي وبدأوا يعملوها واتفعنا برضو إنه إحنا كل جمعة وسبت أثناء أجهزتهم حينزلوا معنا عشان يعاونونا في المبادرة التانية اللي موجودة دي الحقيقة يعني أنا بشكرهم وعلى تلفزيونك الحقيقة فيه تعاون كويس قوي مع المجتمع المدني ومع سكان مواطني الشيخ زايد في حب مصر وإحنا بنتكلم عن سكان قاتني مدينة الشيخ زايد أنا لازم أسأل حارتك بخصوص التعديات كان يمكن فيه ناس كتيرة كان بتسأل إنه فيه قانون طلع للمصلحة الآن وفيه ناس بتبقى سكنة مثلا في البدروم أو فيه ناس عاملة الدور اللي هو اللي فوق في الروف اللي هو مفروض ما يبقاش سكني سكني يعني فيه نوعين من المخالفات ناس سكنة فوق وفيه ناس سكنة في البدروم ومفروض يبقى جاراج الوضع إيه والتعامل معهم إزاي والحقيقة طبعا إحنا كان عندنا القانون الإسكان بتاعنا كان بيمنع تماما أي مخالفة تحصل في أي مكان الحقيقة إحنا كان عندنا أثناء فترة التوتر والانفلات الأمن اللي حصل في البلد وكده أكتر من مخالفة حصلت إحنا حصلنا كل المخالفات اللي موجودة في المدينة إحنا عندنا ألفين خمسمية اتنين وثلاثين مخالفة ألفين خمسمية خمسمية اتنين وثلاثين مخالفة جوة مدينة الشيخ زايد ودي ما بين يعني مخالفات متعددة يمكن أغلبها استكمال نسب المباني في السطح يعني عن النسب المقررة بنسب من تفاوتة الغيط مية في المية حتى من من السطح الحقيقة إحنا لقينا أو جلنا مخر كويس قوي اللي هو قانون التصالح من غير قانون التصالح ده كان حيبقى كان حيبقى في مشكلة إن كل دولة يستوجبوا الإزالة فورا وده كان حيبقى موضوع صعب قوي إن في بعضها كمان إنشغل بالسكان وكده الحقيقة إنا حسيت إن المخرج بتاعنا هو قانون التصالح فنتيجة كده قانون التصالح طالب بشوية مساندات كتير ممكن أكتر من 12 مساند الحقيقة إنا تايسيا على مواطني الشيخ زايد ودي حالة كده من عندنا أنا أقول طوله يا جماعة احنا هنقبل أولا بمجرد بس طلب التصالح حتى من المالك أو من المستأجر أو من أي حد موجود في المكان عشان كمان ييسر عليه يقدم بس مجرد المساند وندله فرصة يبتدي يجيب بقية مسانداته عشان يخش في لغة التصالح التصالح من سنة كام والسنة كام يعني ممكن واحد بيتفرج علينا دلوقتي يقولك طب طالما ما تصالح ألحى بقى أبني السطح بتاعي أو يلا أجر الجراج بتاعي هو طبعا مش كده خالص لأن التصالح حيتم للناس اللي تسجلت لها محاضرة عندنا قبل 8-4-2019 تاريخ اللي تلعى فيه اللايحة التنفيذية لقانون التصالح فأي حد بنا قبل بعد 8-4-2019 ده مش حابق ليه عندي تصالح لأن إزالة هو مش معمول له محضر مش معمول له محضر قبل هذا التاريخ إلا إن فيه شوية مساندات مطلوبة عشان يثبت فيها المكاني للناس اللي مش معمول له محاضرة عندنا إنه بيجيب تحليل كربوني لإمتى الخرصانة بتاعتها اتعملت أو أو إمتى أو دخل الكهرباء إمتى في التوقيت ده كان ممارسة أو أي حاجة المهم إن 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 إحنا بنشتغل على القانون حتى 8-4-2019 لكن أنا بطلب من الناس النتيجة تتقدم فورا إن بعد بعد نهاية القانون راح ينتهي السيد أحمد هينتهي آخر معادة تقديم يوم 8-9 8 يناير 2020 8 يناير اللي جاي ده ده آخر مدة للتقديم يعني بعد 8 يناير بيوم مش هقدر أستقبل أي طلب من طلبات التصالح في المدينة النهائية وده وده طبعا بيعمل بيصعب الموضوع على نفسه وبيحط مشكلة إن أنا مش هقدر أتعامل معاه غير بالقانون القديم اللي هو قبل قانون التصالح اللي هو حيبقى مضطرين للأسف ساعتها إن إحنا نطبق معاه الإزالة أو حيتحول للقضاء برضو في بعض الحالات ودي فيها كمان حبس وجوبي دلوقتي يا أسف حبس وجوبي للأسف يعني قانون التصالح ده أنا حسيت إنه مخرج الوحيد لكل المخالفات اللي تمت خلال الفترة أي مواطن مخالف عندك بدروم إن تساكن فيه عايز تقنن وضعه عندك ساكن فوق السطح اللي هي القوض اللي معمولة دي عايز تقنن وضعها ياريت قبل يوم 8 يناير تتوجه للجهاز وتقدم أوراقك علشان تبقى في النور تبقى متصالح طيب وإحنا بنكلم في النور أنا في منطقة من المناطق اللي أنا شايفها في النور اللي إحنا شايفينه قدامنا ده دوقتي حالا ده الممشى اللي بالفعل اتعمل في مدينة الشيخ زايد أنا شايف فيه برجولات موجودة شايف فيه محلات موجودة شايف فيه ممشى للمتريدين شايف فيه ملاعب تانس وملاعب خماسي دي مصر بقى فيها ملاعب تانس في الشارع طمام؟ فيه تراكل العجل إيه الحلاوة دي يا فن هو الحقيقة طبعا ده منفس تاني من منافس المدينة إحنا كنا بنقول إن إحنا عندنا حديقة مركزية على 65 فدان ودي إليها طابع خاص بنفرات بكله الحقيقة حبينا نعمل كمان حاجات كمان برضو في الهواء الطالق تاني نعملها فالحقيقة فكرة الممشى السياحي على مساحة أكتر من 8 كيلو موجودين عندنا في مكان ما كانش كويس خالص كان كله أماكن مخلفات وطراب الحقيقة حاطينا فيه كل احتياجاتنا اللي إعنا عايزان مصار ومدرج للدراجات ممشى للمشاء ممشى لكبار السن عاملين ممشى لكبار السن عشان كمان ما يبقى بعيد عن الشباب اللي ممكن يكون حماسه أزداد في التحرك مشايات كاملة لحقين فيه كمان منطقة لعب أطفال كبيرة جدا كمان زي ما حضر قلت كده ملعب خماسي وملعب تينيس وملعب بدل تينيس الحقيقة هتبقى فيه كل اللي إحنا محتاجينه علاوة بقى أن احنا زودناه بكمان بمجموعة من الخدمات اللي ممكن تكون هتخدم المواطن والزائر اللي موجود عندنا علاوة بقى على برجلات متنوعة والقاعدة فيه بقى مجانية تماما الناس هتيجي تطريد كل يوم براحتها وتتحرك كل يوم براحتها في مكان مفتوح زي ما حداك شايفه احنا عملنا مرحلة الأولى منه وده يمكن أكتر من 30% منه أو 40% منه احنا قربنا على الانتهاء إن شاء الله على أوائل السنة الجديدة حنفتتح وفتتاح كامل ده على محور العبور يا فندم كله من أوله لأخره ده على محور العبور اللي بيربط من مدان العبور لغاية كاردة طريق مصر اسكندرية الصحراء يعني نقدر نقول أن ده مسك الختام فعلا وعايز أقول لكم فعلا مدينة الشيخ زايد مدينة تساعد على الحفاظ على الصحة النفسية للمواطن المصري عندك متنفس تقدر كان بقالي فترة طويلة أوي بقول أنا نفسي أشوف الدولة المصرية بتهتم بالمواطن المصري وباحتياجات المواطن المصري شفنا النهاردة إزاي إن هذه المدينة تهتم بكل التفاصيل الصغيرة في حياة المواطن المصري أنا بشكر حريك جدا باشماندس مصطفى يعني يمكن كان بداية لقاءنا في مكتب ونهاية لقاءنا في الشارع ويمكن هو ده النموذج اللي أتمنى يبقى دايما موجود لدى معظم المسؤولين في مصر إنهم يبقوا موجودين على أرض الواقع في الشارع يسهدني جدا أن التلفزيون يكون موجودة عندنا ويصور كل الحاجات دي لنحن فعلا محتاجين نعرف مواطنين نحن عندنا حاجات قد إيه وعندنا إمكانيات جميلة قد إيه ممكن نتحرك جواها في مدينة جميلة زي مدينتنا إن شاء الله بشكر حريك جدا بش مهندس شكرا على هذا اللقاء الرائع وبشكر كل السادة المشاهدين اللي شافونا النهاردة وانضموا لينا في برنامجكم برنامج صوت الناس أتمنى أن النهاردة جاوبنا على أسئلة كتيرة جدا كانت بتدور في أدهان مواطني مدينة الشيخ زايد موسيقى